اهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار بداية ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السدس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحصن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل أمس بالقصر الملكي برباط الدرس الثاني من سلسات الدروس الحصنية الرمضانية لسنة 1445 هجرية وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين السيد بهاء الدين محمد الندوي نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند متناولا بيد درس والتحليل موضوع أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة وفي خبر نكر وقع المغرب ممثلا في الوزير المنتدبي لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع والوكالة الفرنسية للتنمية ممثلة في سفير فرنسا بالمملكة المغربية كريستوف لكورتي ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط بنسن كيتري اتفاقية تمويل وبروتوكول قرد لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 التفاصيل نتابعها في تقرير عبدالطيف بن طلب اتفاقية تمويل وبروتوكول قرد بمبلغ إجمالي قدره يفوق 130 مليون أورو وقع بالرباط من أجل تمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 قد يتموح التركيز على الجانب المؤسسات الإعدادية فيما يخص لنقص من الهضر المدرسي وهذا يعني مواكبة للدعم المدرسي للدعم التربوي ولا الدعم الاجتماعي وهناك أيضا رفع من مستوى التلاميذ الإعدادي فيما يخص تمكنهم من اللغات الاتفاقية والبروتوكول الموقعان يهمان تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة تفوق 4 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق إتفاق التمويل المخصص لدعم الأهداف المركزية لإصلاح منظومة التربية في المغرب يشكل أيضا فرصة لفرنسا لاستخلاص دروس من شأنها إطراء إصلاحاتها خاصة في مواجهات تحديات مثل انخفاض المستوى في الرياضيات والهدر المدرسي وصعوبة الولوج إلى اللغات خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية طموحة تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفاءات الأساسية وإعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي من أجل تقليص الهدر المدرسي وتكريس التفتح وقيم المواطنة انتقل إلى الدار البيضاء حيث أعلنت الخطوط الملكية المغربية في طار مخططها الرام إلى تعزيز شبكتها وتحضير للصيف القدم عن إطلاق رحلات جوية مباشرة جديدة تربط الدار البيضاء بكل من نابولي ومانشستر وأبوجة وذلك ابتداء من 22 من يونيو المقبل وفدت الخطوط الملكية المغربية في بلاغ بأن الشركة ستستأنف رحلاتها الجوية المباشرة نحو نابولي ابتداء من 22 من يونيو بمعدل رحلتين في الأسبوع ومن جهة أخرى ستطلق الخطوط الملكية المغربية يوم 23 من يونيو القدم رحلة جوية جديدة تربط الدار البيضاء بمنشستر إنجلاتيرا بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع وفي موضوع منفصل اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمرقبة السحر الأمس على بعد حوالي 74 كيلومترا شمال مدينة العيون قربا جنحا وعلى متنه 55 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدلون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم اعتراضهم والذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري تلقوا لسعافات ضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجريبها العمل أنتقل إلى وجدة هذه المرة حيث تم اطلق مشاريع سكنية وصناعية وسياحية من شأنها المساهمة في خلق فرص الشغل بجهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لسيما بعملتي وجدة أنجاد سكينا مسويا في المتابعة مشاريع سكنية وصناعية وسياحية أعطيت انطلاقتها بوجدة بهدف المساهمة في خلق فرص الشغل بجهة الشرق وتعزيز جاذبيتها لسيما بعملتي وجدة أنجاد إطلاق هذه المشاريع يأتي بمناسبة النسخة الثانية من حدث شرقيات التي نظمت احتفالا بالذكرى الحادية والعشرين للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلال الملك محمد السادس لقاء حول الربع من قد يجد أساسية ألا وهي التشغيل الصحة التعليم وكذلك إشكالية الماء وكانت مجموعة من العروض من جهة أعطات الفطوط العريضة ولكن من جهة ثانية ركزت على إشكالية المياه والتدابير الناجعة من أجل تخطيء هذا المعضلة الحدث عرف توقيع اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الشرق ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة والشركة هرشمان أوتوموتيف لدعم تأسيس شركة هرشمان أوتوموتيف وجدة في منطقة التسريع الصناعي بالمدينة اليوم تقرر الشركة تعزيز استثمارها بالمغرب بمصنع جديد بوجدة ونعتبر هذه الخطوات الجديدة من الشركة النمساوية على ثقتها بالكفاءات المهنية المغربية وكذلك ثقتها بمناخ الاستثمار بالمغرب وبهذه المناسبة أجرى عدد من المسؤولين زيارة إلى مشروع زون آن وجدة الذي يعد مركزا للتميز في تطوير المهارات الرقمية وخلق فرص الشغل في المنطقة ما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق وطنيا دائما تم بمدينة ياسمار افتتاح مسجد مولى يدريس الأول في وجه المصلين بمناسبة شهر رمضان المبارك وكان بلغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أوضح أن عدد هذه المسجد بلغ 43 مسجدا وزعة ما بين 17 مسجدا تم تشهيدها و24 مسجدا تم ترميمها من بينها مسجد مولى يدريس الأول باسمارة المزيد مع صفية عثمان المنشآت الدينية بمدينة اسمارة تعززت بافتتاح مسجد مولى يدريس الأول في وجه المصلين بمناسبة شهر رمضان المبارك فتح هذا المسجد يأتي إلى جانب العديد من المساجد على إثر تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزه الله فأمر بأن تفتح في وجه المصلين المساجد التي تم تشهيدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبهذه المناسبة أشرف عامل الإقليم رفقة عدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشيوخ وأعيان القبائل إلى جانب عدد من الأئمة والعلماء وجموع المصلين على افتتاح هذه المعلمة الدينية التي تم إنجازها على مساحة إجمالية تقدر بـ 630 متر مربع الحمد لله في هذا اليوم السعيد في هذا الشهر الكريم بأمر من مولانا أمير المؤمن حفظه الله تم افتتاح المعلمة الدينية وهي في حق تعد معلمة مهمة جدا تنضاف إلى الأماكن الدينية المتواجدة بإقليم السمارة الحمد لله عرفت إقليم السمارة وللحمد لله في الأون الأخير افتتاح عدة مساجد مما الحمد لله وفر لرواد بيوت الله سبحانه وتعالى أن يؤدوا العباتات من الصلوات وغيرها في جو من الطومنة والراحة والحمد لله هذه المنشأة الدينية تطلب إنجازها غلافا ماليا يقدر بـ 4 ملايين و 400 ألف درهم بتمويل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إقليم السمارة عرف مؤخرا تشهيد عدة منشآت دينية همت المسجد الكبير ومؤسسة للتعليم العتيق وإصلاح المسجد القروي إضافة إلى إنجاز أربعة مساجد ببعض التجزئات وكذا هدم وإعادة بناء مسجد الفتح نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الدولية سرح الكريملين أن الطريقة الوحيدة لحماية روسيا ينشأ منطقة عزلة مع أوكرانيا وجاء تعليق الكريملين بعد نثال الرئيس فلاديمير بوتين إمكانية إنشاء مثل هذه المنطقة في خطاب نلقاه بعد فوزه بعد انتخابه يوم الأحدى الماضي رغدا كبوري في المتابعة الكريملين يسرح أن الطريقة الوحيدة لحماية الأراضي الروسية من الهجمات الأوكرانية هي إنشاء منطقة عزلة من شأنها أن تضع المناطق الروسية خارج نطاق النيران الأوكرانية جاء تعليق الكريملين بعد أن أثر الرئيس فلاديمير بوتين إمكانية إنشاء مثل هذه المنطقة في خطاب ألقاه بعد فوزه بإعادة انتخابه يوم الأحدى الماضي ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين سرح أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللنزمة لتأمين الأراضي على المرافق العامة والمباني السكنية الروسية مضيفا أنه يمكن عمل ذلك من خلال إنشاء منطقة عزلة وفي جديد الملافة السودانية قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل إن 24 مليون طفل سوداني معارضنا لخطر كارثة عابرة للأجيال وإن حقوقهم في الحياة والبقاء والحماية والتعليم والصحة والتنمية جميعها قد انتهكت بشكل خطير في السراع الذي يشهده البلد وأشارت لجنة حقوق الطفل إلى أن السودان يعاني من أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم وأن ملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد والذي يتثقم بسبب عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية كما لفتت لجنة الانتباه إلى تقارير التي تفيد بأن طرفي نزاع قام بتجنيد مئات الأطفال في دارفور وشرق السودان ودعت السودان إلى التوقف فوراً عن تجنيد الأطفال وتجنيبهم تأثير العمليات العسكرية دورياً دائماً وإسهماً في الطاقة نظيفة وفي مبادرة بيئية تدف لاستغلال مختلفين ما يتبقى من زيوت الطهي المنزلية نتعرف على مبادرة تتمثل في تدوير زيت الطهي لينتاج الوقود أو الديزل الحيوي حبدالطيف بن طلب وباقي التفاصيل في هذه المحطة تتم مبادرة بيئية تهدف الاستغلال مختلف ما يتبقى من زيوت الطهي المنزلية الشركة تعيد تدوير الزيت لإنتاج الوقود أو الديزل الحيوي بهدف تعزيز النقل المستدام نسعى للعديد من الأساليب المستدامة من أجل إنقاذ البيئة ليس فقط في وسائل النقل ولكن في أشياء أخرى كثير الشركة أنتجت أكثر من 700 طن من الوقود الحيوي العام الماضي وقود استخلصته من 500 ألف لتر من زيوت الطهي المستخدمة شهريا وتوفر بذلك مصدرا بديلا للوقود لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة البديلة أشعر أن وقود الديزل الحيوي من زيت الطهي المستخدم هو أداة مفيدة حقا لنا الآن لبدء تقليل بعثات الكربون هي مبادرة من بين أخريات تستهدف استراتيجية الطاقة في الإمارات حتى عام 2050 رؤية تجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية والأهداف البيئية عود للخبر الوطني حيث شكل موضوع تقطير أو تقطير زهراتي النارينج أو ما يسمى بيزنبوغة محور يوم دراسي نظم بمراكش في طريف عاليات النسخة الثاني عشر لموسم تقطير ماء الزهر بقي التفاصيل مع ردوان مستقيم تقطير زهرة النارينج أو الزنبوغة محور يوم دراسي نظم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش في إطار فعاليات النسخة الثانية عشر لموسم تقطير ماء الزهر زهرية مراكش تقطير ماء الزهر من التقاليد المغربية الأصيلة لا سيما بمدينة مراكش والتي دأبت عليها الأسر المغربية بمختلف مستوياتها واحتفال الكلية بهذا التقليد من شأنه المساهمة في تثمين التراث المغربي بشكل عام والمراكشي بشكل خاص وكذا الحفاظ عليه هذه مناسبة لتعرف الطلبة الكلية على هذه العادة وعلى هذه التراث خصوصاً أولئك الذين يأتون من قارب أخرى ومن جهات أخرى اللي يتعرفوا على هذا التقليد وليعينوه وليحضوروه بشكل فعلي خليد وغيتشويل اللي هو داخل في البطخموان دي المغاربة ككل وهذا البطخموان اللي كيوكب المغاربة في حفلاتهم في مطبخهم في حلوياتهم في كل مظاهر حياتهم إذن فكان من الضروري أننا نقوم بهذا الاحتفال بهذه الطريقة الاحتفاء بموسم تقطير ماء الزهر يعاد تقليداً سنوياً بمراكوش باعتبارها عاصمة شجرة الزنبوع لا سيما وأن هذه المراسم أضحت تراثاً وطنياً مسجلاً لدى وزارة الثقافة ولدى منظمة الإسسكو جمائيتنا منية مراكوش جهدت جهدها لمدة ما يزيد عن عقد من الزمان لإرصاء هذا العيد في مدينة مراكوش حتى يقول الناس كانت ترجع نشمريح الظرف البهجة مدينة البهجة لماذا؟ لأنه مدينة مراكوش هي عاصمة شجر الرنج أو نارنج اللي حنا كنقول لها الزنبوع تظاهرة زهرية مراكوش تندرج ضمن البرنامج الرسمي لاحتفالية مراكوش عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي لسنة 2024 المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نتابع الآن بالأخبار الرياضية أكد لعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز أن الدفاع عن ألوان المنتخب الوطني المغربي يعد شرفا كبيرا وأوضح نجم ريال مدريد لدى وصوله لمطار رباط سلاف في تصريح صحفي أنه فخور بنيل شرف التوجد ضمن لائحة وليد ريجراغي لمؤجات أنجولا وموريطانيا وديا مشيرا إلى أنه فخور بالانضمام لكتيبة تضم لعبين من طراز عالمي وأبرز النجم الجديد لأسود الأطلس أنه تلقى قدرا كبيرا من الحب والعواطف الجياشة وكده أنه سيعطي كل ما في جعبته في رقعة الملعب من أجل سعاد الجمهور المغربي وعشاق المنتخب الوطني وقال في نفس السياق أشكر صاحب الجلالة الملك محمدنا السادس على الدعم والحب الذي تلقيته وعلى دعم جلالته المستمر للرياضة عموما ولكرة القدم على الخصوص مضيفا أنه يطمح في التألق مع أسود الأطلس في مختلف الاستحقاقات القادمة ورياضيا دائما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن استبعاد لاعب أنتر ميلان فرانشيسكو أنشيربي من معسكر المنتخب بسبب تورط هذا الأخير في قضية اتهامة تتعلق بتوجيهه لإساءة عنصرية للعب البرازيلي جيسوس التفاصيل معك خالد باتو مدافع إنتر ميلان الإيطالي فرانشيسكو أنشيربي يغادر معسكر منتخب الأدزوري بقرار من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وذلك على خلفية اتهام أشيربي بتوجيه إساءات عنصرية للمدافع البرازيلي إخوان جيسوس في المباراة التي جمعت إنتر ميلان بضيفه نابولي برسم الجولة التنسعة والعشرين من منافسات الدور الإيطالي أشيربي تحدث مع زملائه في الفريق والمدرب سباليتي بشأن الواقع مؤكداً أنه لم تكن له أي نية للتشهير أو العنصرية حسب ما جاء في بيان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هي اتهامات عجلت باستبعاد فرانشيسكو من تشكيلة الأدزوري المكونة من ثمانية وعشرين لعباً تم استدعاؤهم لخوض وديتايف فينزويلا والإيكوادور في الولايات المتحدة الأمريكية هذا القرار أتار ردود فعل متباين لدى وسائل الإعلام الإيطالية حيث يرى البعض أنه يعكس التزام الاتحاد الإيطالي بمبادئ اللعب النظيف في حين يشير آخرون إلى الحاجة لانتظار نتائج التحقيق قبل اتخاذ أي إجراءات تأديبية ومع استمرار التحقيقات يبقى مستقبل آتشيربي مع المنتخب الإيطالي وناديه إنتير محل تكهنات إذ ينتظر الجميع القرار النهائي الذي سيحدد مصار اللعب في الفترة القادمة ماذا نكون قد وصلنا مشاهدنا لنهاية النشرة لكنها تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في موجز لأهم الأنباء تمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر